ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعية اليوم والذي عقد بمدينة العالمين الجديدة واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية دعيا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء ثم استعرض مدبولي خلال الاجتماع الجولة الخارجية الناجحة للرئيس السيسي في كل من ألمانيا والصربيا وفرنسا والتي عكست التقدير العالمي للدور المصري وثقلها في الدوائر الإقليمية والعالمية وكذلك دعم مواقفها في مختلف القضايا كما مثلت هذه الزيارة فرصة لدعوة الرئيس لزعماء هذه الدول لحضور مؤتمر المناخ كوب 27 بشارم الشيخ في نوفمبر القادم كما أشار مدبولي إلى زيارة الرئيس السيسي للصومال عفوا كما أشار إلى زيارة الرئيس السيسي عفوا الرئيس السومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة موجها الوزارة بالتنسيق مع وزراء الخارجية بهدف دعم أطر التعاون بين البلدين وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المستمرة في التعامل مع تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن والتي تتضمن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف المواطنين من فئة محدود الدخل وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من حدة مثل هذه الأزمات عن كاهل هذه الفئة ورفع الأعباء عنهم بما يضمن لهم حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر